وجود كل الفعاليات دي في مهرجان واحد شيء مهم التنظيم لده ما هواش حاجة سهلة والحقيقة انه ده نوع اخر من السياحة برضو ما كانش موجود عندنا بتالينا نشوفه السنين اللي فاتت وهي سياحة المؤتمرات او المهرجانات بهذا الحجم بقى موجود والشركات المصرية الحقيقة بتؤدي اداء باهر في ده وانه تجتمع هذه الشركات يعني تحت مظلة واحدة وهي مهرجان العالمين ده شيء مهم حالة التكاملية دي بتخلق صورة عظيمة وصورة ايجابية جدا عن مصر ده حقيقة فعلا هو يعني بأكد كمان على كلمك في حيثة النوع السياحة الجديدة احنا يمكن المفهوم عروف اكتر بمصطلح اجنبي هو بيزنس انترتينمنت او يعني قطاع الاعمال الترفيهي ده قطاع اعمال في عدد كبير جدا من الاستثمار في بلاد مختلفة والحقيقة ان مصر يعني مساعدانا بشواطئها وبجمالها من غير اي حاجة يعني احنا جينا نطفي بس بعض ما تتطلبه مننا البلد مش اكتر من كده تكامل ما بين شركات بخبرات لكن الحقيقة المدن نفسها المصرية عندها عندها التكامل ده او عندها المقاومات دي فاحنا يعني مجرد بس ايه زي بنحط اضافة بسيطة جدا اه فنية اكتر يعني تكنيكل او فنية في كل قطاع فلما اشتغلنا على الخطة للمهرجان كان فيه طبعا خطوة كبيرة قوي هي فكرة تخطيط الشركاء او الشركات القائمة على المهرجان لحد ما نقدر نقول يعني هي مرحلة طويلة نقدر نقول ووصلنا لعدد كبير جدا من تحالف الشركات يوصل لعشر شركات شركات رائدة في مصر في الوطن العربي حاجات شركات متخصصة طبعا مثلا في خدمات اعلامية شركات للسياحة بتتواصل مع بلاد مختلفة لان احنا بنتوقع مليون زائر في المهرجان في الموسم الاول وده منعكس بشكل كبير على ارادات الفنادق لانه الحجوزات من اول الصيف ما شاء الله يعني اعتقد انها كل حاجة فولي بوج يعني ده فعلا شيء يفرحنا جدا وكمان شركات بقى ليها علاقة بالتنظيم نفسه شركات ليها علاقة بالبروداكشن عشان يطلع كل انتاج مختلف لكل فعالية سواء فعاليات طبعا رياضية او ترفيهية كل واحدة بمعاييرها بالمتطلبات بتاعتها فيعني حجم جديد جدا عايز اعطينا يا مالك كل فعالية ليها متطلبات مختلفة صح وده يمكن من اهم الفوائد اللي بتعود على مدينة زي العالمين من مهرجان العالمين وانا عشان نقدر اعمل احداث رياضية محتاج بنا تحتية تستقبل هذه الاحداث عشان نقدر اعمل حفلات لاهم النجوم العرب والعالميين محتاج يعني المسرح يكون مجهز لده عايز اقف معاك يا عند حاجة حاجة ونسمع التجهيزات كانت عاملة ازاي اوكي يعني خلينا ناخدها خطوة خطوة بالنسبة مثلا نكلم عن الرياضة في الاول احنا منكلم انه فكرة انه فيه تلات بطولات رياضية ده خلينا اصلا نعمل في التنظيم بالتعاون مع الاتحاد نفسه يعني احنا منتكلم مثلا في بطولة الكرة الشاطئية الفوليبول على الشاطئ ده خلينا نتعاون بالفعل مع اتحاد الكرة الشاطئية عشان يقدر يطلع التنظيم بشكل لائق نعرف متطلبات بطولة زي دي ممكن تكون محتاجة ايه نقدر نحنا نوفرها من اول انفرستروكتشر او حاجات خاصة بالبنية التحتية لحاجات تكنولوجي او كل ما يطلبه الاتحاد عشان فعلا تقدم البطولة دي بالشكل اللائق ليها لانحنا الحقيقة كمان بنتوقع انه بعد استضافة البطولات دي هيكون فعلا مدينة العالمين من ضمن المدن اللي على خارطة المدن يعني اللي بتصديف الفعاليات الية احنا كبلد خادرين على ده وشوفنا ده في احداث يعني الافخرة اليد صحيح ويعني حاجات كتير حاجات كتير حصلت فانه تكون على ارض مدينة العالمين الجديدة ده الحقيقة سبب مهم جدا وترويجي لمدينة العالمين الجديدة مزبوط وغير طبعا البطولة الشاطائية للفولي كان فيه طبعا تم اعلان البطولة العربية للجودو فيه بطولة جديدة انا وشخصيا يعني متحمسة لها جدا اللي هي بطولة البادل لان البادل اللعبة فعلا بقت منتشرة قوي في الفترات الاخيرة ده مثلا على سبيل المثال يعني عشان نلحق نتكلم برضو عن بعض الفعاليات الاخرى لو بنتكلم على الحفلات فكان فيه تواصل مع كل طبعا فنان سواء مصري او عربي او اجنبي كنا بنعرف بالزبط اين متطلبات بتاعته يعني بلغة السوق بيتقالق الرايدر سباكس بتاعت كل حفلة ايه اللي نقدر ان احنا نشتغل عليه عشان نقدر نضمن تجربة يعني اكسلنت عاشر او عاشر او عاشر كل حاجة عايزيني نلوقف عشان نفاهم الناس حاجة انه فيه نجوم بيبقى اليوم طلبات معينة طبعا في المسرح في الاضاءة في كل الحاجات اللي بتوعجد علشان يقدر ان هو يقيم حفلة في مكان ما توفير الحاجات دي ترتبط باقامة الحفلة او لا ده حقيقي